اشتركوا في القناة جدا ومفيدة جدا لرفع المناعة لجسم الإنسان ومع تجمع الحبة كل قناة ستقدم لنا المعلومات المفيدة عن أهمية السوائل المفيدة والمقاومة للأمراض ورفع المناعة في الجسم الإنسان ولا تنسوا مشاهدتها وضع لايك واشتراك وكومنت وأول قناة هي قناتي قناة أماني من قناة أماني الترتير من أمريكا مشاهد ممتع لقناتي هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في تجمع الحبة مرة ثانية أنا أماني من قناة أماني الترتير من أمريكا موضوع الحلقة عن المشروبات التي ترفع المناعة وحماية جسم الإنسان من الأمراض تحتوي العصائر الطبيعية على الكثير من الفيتامينات التي تساعد تسمنة على مقاومة العديد من الأمراض الخطيرة لذا سنقدم لكم بعض من العصائر التي تعمل على تعزيز الجهاز المناعي العصير الأول التفاح والجزر والبرتقال يساعد هذا العصير على زيادة الحماية ضد العدوى من الأمراض العصير الثاني وهو البرتقال والجريفروت يعتبر من أهم المضادات الأكسيدة التي تحمل جسم من الأمراض مثل البرت أما العصير الثالث فهو العصير البنجر هذا العصير على البيتا كاروتين والكالسيوم والكبريت أما العصير الرابع فهو العصير اللذيذ جدا والمانغو هذا العصير يوجد فيه العديد من الفيتامينات التي تحمل خلايا من التلف هذا العصير الخامس وهو العصير الكيوي والفراولة والنعناع يحتوي على المابنيسيوم والزنك وحمض الفوليك وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أماني أما الآن سننتقل إلى مصر ومن خلال قناة عالم ماما ددة الجميلة والمفيدة جدا والمميزة جدا والمصريدة والتي ستقدم لنا المعلومات القيمة المفيدة عن أهمية السوائل لجسم الإنسان ورفع المناعة بإذن الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها ستجدونها إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهد ممتعة لقناتها هناك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي ماما ددة أنا اسمي قناتي عالم ماما ددة وأنا من مصر أم الدنيا وأتمنى تنوروني في قناتي المتوضعة وبإذن الله هتلاقوا كل ما ينقول إعجابكم وكل ما هو جديد ومع تجمع الأحبة حابين نتكلم عن المشربات اللي بتقوي المنعة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم هنجيب كباية مية فترة ونحط فيها معلقة عسل كبيرة وندوبها دي بتنكي الجهاز التنفسي وبتساعد على حرق الدهون بإذن الله عصير طفاح وجزر على برطقان مفيد جدا 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 ومقوي للمنع وعصير البنجر فيه كالسوم محديد مشروب الجنزبيل مع الكمترة مفيد جدا وجميع المشروبات بتنكي طبعا الدم وبتنكي الجسم بإذن الله من أي مرض إن شاء الله حبايب قلبي مام من السموم ومشروب الجنزبيل على اللمون والكمون ده برضو مفيد جدا وطبعا لمون على نعناع طبعا مفيد جدا ونحاول نقلل السكر في أي المشروبات بتاعتنا سكان سائع أو سخر وممكن نستبدلها بالعسل النحل هيبقى مفيد جدا 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 للدم أو العسل الأصمر العسل الأسود يعني وطبعا ما ننساش أهم حاجة اللبن اللبن عليه الطمر طبعا اللبن مفيد جدا 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 للكبار والصغار وما ننساش الشاي بلمون والشاي بالنعناع وما ننساش برضو واليلسون والكراوية والحلبة وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لو تعرفوا فودي الحلبة لك كنت وزنتوها بالدعب وعصير الطماطم والجزر والبرتقان والإرفع مشكل ختام الكركم مفيد جدا 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 حطوه في المشروبات البردة والسخنة جميل جدا 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 أما الآن سننتقل إلى الجزائر ومن خلال قناة حلويات البي المفيدة جدا ومميزة جدا ولا تنسوا وضع لايك واشتراك ورقم وكومنت لقناتها ستجدونا إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهد الممتعة بما ستقدم لنا عن السوائل المفيدة والصحية جدا لرفع المناعة لجسم الإنسان واكتسابه القوة والصحة بإذن الله سبحانه وتعالى ومشاهد الممتعة لقناتها هناك ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت السلام عليكم حبيبات قلبي كيفكم؟ تمنى شاء الله تكونوا بخير أكيد معكم قناة حلويات البي من الجزائر حبيبات قلبي رح نتكلم اليوم في الفيديو عن شوية مشروبات لتقوية المناعة وانتوا عارفين يعني جهاز المناعة هو المدافع الأول عن الجسم يعني ضد كثير من البكتيريا وكأختكم يعني وحبيبتكم حلويات البي رح ترطيكم شوية نصائح بسيطة لتقوية المناعة مثلا عصير البرتقال بالجزر مصدرهم الفيتامينات الجزر يعني غني بفيتامين A المعزز لجهاز المناعي والبرتقال يعني أغنى فاكهة فيتامين C والذي يحمي من أمراض المعدية في عصير البنجر حبيبات قلبي غني من فيتامين والكالسيوم والحديد المانجو عصير المانجو أفضل فواكه المضطة للفيوسات ومهمة لجهاز المناعة في حبيبات قلبي خليط الكيوي والفراولة والنعناع هو يحمي من العدو البكتيرية والالتهابات حبيبات قلبي الليمون والزنجبيل الليمون والزنجبيل كثير يعني ينقل جسم من السموم وإذا ضفت عليه قليل من الكركم يا سلام حبيبات قلبي هو كثير مفيد لازم أن نقوي الجهاز المناعة ست يعني كثيرا مخصيصا هالأيام في كثير فيروسات وإنتوا عارفين أبي يبعد علينا البلاء إن شاء الله يا رب وفي كثير خلطات يعني إن شاء الله هتكون استفدتوا شوية مني وياريت اشتراك لايك تفعل جرس وكومنت مع السلامة أما الآن سننتقل إلى دولة الكويت ومن خلال قناة برينسيسا في مملكتي المفيدة جدا والمميزة جدا ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها ستجدون إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهدة ممتعة بما سقد تقدم لنا أن المعلومات القيمة المفيدة أن السوائل المفيدة جدا لرفع المناعة لجسم الإنسان ومشاهد منتعة لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة برينسيسا في مملكتي في مملكتي طبعا في تجمع الأحبة زي ما تعودنا كل أسبوع فيديو جديد وطبعا أنتم عارفين أنا مصرية وعيشة في دولة الكويت وبحبها جدا جدا وأقول لكم النهاردة عن العصائر الطبيعية تناول العصائر والفواكه تضغزجة طريقة ممتازة لجلب الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسمك حتى تكسبه كثير من الصحة عندما نطبخ غزاءنا تتحطم المواد المغزية الدقيقة الموجودة في المنتجات التضغزجة أما إذا كان حميتنا غنية بالماء السمار والخضروات العضوية فسوف نستهلك يوميا الكمية الصحيحة من المواد المغزية الدقيقة وستكون حياتنا أكثر إنتاجا وأسعد وأصح تتاج جسم الإنسان على الأقل إلى كيلو جرام واحد من الفاكهة أو الخضار لكل 50 كيلو جرام من وزنه ولكن المشكلة هي صعوبة أكل الكثير من الفاكهة والخضار الطازق إضافة إلى ذلك إذا تناولت نفس الخضار والفاكهة فلن تحصل على المزيج المناسب من الفيتامينات والمواد المغزية والسلام عليكم ورحمة الله أما الآن سننتقل إلى دولة فلسطين ومن خلال قناة Women Arts المفيدة جدا ومميزة جدا ولا تنسوا وضع لايك والاشتراك وكومنت لقناتها ستجدون إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهد ممتعة لقناتها وبما ستقدم لنا المعلومات المفيدة جدا والصحية عن أهمية السوائل والعصائر المفيدة لرفع مناعة الجسم الإنسان ولا تنسوا مشاهدتها وضع لايك والاشتراك وكومنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناتكم Women Arts من فلسطين اليوم إن شاء الله مع تجمع الأحبة رح نتحدث عن المشروبات اللي لازم نتناولها وبتكون لها فوائد صحية وبنحسن من خلالها على المناعة وبتعمل لياقة عالية في عنا مشروبات اللي هي مشروب البابونج مفيد للنوم وبعالج مشاكل الجلد ومشاكل الجهاز الهضمي والقلق والانتفاخ وعنا أيضا النعناع يساعد في علاج الغثيان ورائحة الفم الكريهة والصدع والكركدة مفيد لارتفاع ضغط الدم وأمراض الجهاز التنفسي وأيضا الزنجبيل يعالج الانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي والبرد والطراب المعدة والذهاب الحلق وعنا أيضا الشاي الأخضر بقلل من مرض الإصابة بهششة العظام والسرطان وأمراض القلب والتسوس وشاي النعناع يخفف من الشد العضلي ويحمي الإصابة بعسر الهضم فهو يعمل على ارتخال العضلات واللبن منزوع الدسم بنسبة 1% يحمي من الإصابة بهششة العظام بيحتوى على كربوهايدرات وبروتينات والقليل من الدهون وأيضا عصير الطماطم قليل الأملاح بيحمي من العديد من الأمراض السرطانية وعصير التوت يمنع من الإصابة بأمراض اللثة وعصير البرتقال يحمي من الإصابة من السرطانات والتشوات الخلقية وينسجة الجهاز المناعي وهو أساس بيتامين جيم عديد من المشروبات الأخرى لذلك لا بد من تناول المشروبات المفيدة للمحافظة على الصحة أدام الله عليكم الصحة والعافية إلى اللقاء أما الآن سننتقل إلى هولندا ومن خلال قناة الملكة وارد جوري الجميلة جدا والمميزة جدا والمتنوعة ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها ستجدنا إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهد بمتعة بما ستقدم المعلومات مفيدة وقيمة عن العصائر والسوائل التي ترفع المناع لجنس الإسماء الإنسان وتقويه ومشاهد ممتعة لقناتها هناك مرحبا أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم معكم قناة الملكة وارد جوري كوينجوري من هولندا مثل معود نقل بكل أسبوع بتجمع الأحبة عنا موضوع مفيد وموضوعنا لهالأسبوع بيحكي عن كيف منقدر نقوي مناعة جسمنا ضد أي ميكروب أو فيروس بيدخل عليه هذا الشي بعيد عن الأدوية طبعا هذا الشي هيكون بالعصائر الطبيعية العصائر الطبيعية اللي بتحافظ على قوة مناعة جسمنا مثل عصير التفاحة اللي فيه فيتامين سي وبي اللي بيحافظ على صحة الجهاز التنفسي في عنا عصير الجزر اللي فيه فيتامين آ وفيتامين بيستة وبيتنين كمان بيحارب العدوى بشكل فظيع جدا عصير البردقان اللي هو فيه فيتامين سي اللي كتير منيح للبرد والإنفلونزا عصير المانجو وعصير الطماطم اللي هو كتير مفيد وفيه فيتامين سي وكمان عصير الفراولة اللي هو ممتاز جدا للجسم في عنا كمان زنجبيل مع الليمون كمان فوائده فظيع على الجسم بيقوي كتير وبيحافظ على مناعة جسمنا قوي ولا ننسى انه فيه عصير السبانخ اللي هو بيحتوي على نسبة عالية من المعادن مثل السوديوم والبوتاسيوم اللي هنه مصدر غني للحديد وهذا الشي بيقوي مناعة جسمنا بشكل كتير مليح للأكسدة طبعا فيه عنا عصير اللي قطين اللي هو كمان من العصائر الكتير مليح على الجسم اللي هو فيه فيتامين سي وآ طبعا احنا عطيناكم شوية أفكار والباقي لسه أكتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي أما الآن سننتقل إلى قطر ومن خلال قناة رحمة بدوي الجميلة جدا والمميزة جدا ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت ستجدون ان شاء الله في صندوق الوصف ومشاهد ممتعة بكل المعلومات القيمة المفيدة والصحية التي ستقدم لنا على أهمية العصائر والسوائل لرفع المناعة لجسم الإنسان ومشاهد ممتعة لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مرحمة في قناة رحمة الله أتمنى منكم عشان تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب والنهاردة مع فيديو جديد هنتكلم مع تجمع الحبة فيديو جديد عن المشروبات الصحية التي تساعد على تقوية المناعة مواجهة فيروس كوفيد 19 أول مشروب هو الشاي الأخضر الداكن يحفز المناعة يساعد على تكوين كرات الدم البيضاء ثانيا مشروبات الغنية بفيتامين سي مثل الكيوي والأنناس والبرتقال واليوسفي والليمونة والبنجر ثالثا الاهتمام بشرب الزنجبيل الدافئ المحلى بعسل النحل مع عصير الليمون رابعا شرب الينسون فهو مشروب طارد للبلغم ومفيد ومفيد لحالات شعال والربو خامسا النعناع من أكثر المشروبات التي تعزز صحة الجهاز المناعي فلنستمر يا أصدقائي في الحفاظ على صحتنا من الأمراض النشب المشروبات أما الآن سننتقل إلى إيطاليا ومن خلال قناة الحرية والحياة حلم المفيدة جدا والجميلة جدا ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت ستجدونها إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهد الممتعة بما ستقدم لنا عن أهمية السوائل والعصائر التي ترفع المناع لجسم الإنسان بإذن الله ومشاهد الممتعة لقناتها هناك هلاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي معكم باهيجة من قناتي فريدوم أنت لايف وموضوعنا لهذا الأسبوع يتحدث عن العصائر الطبيعية المقاومة للفيروسات والمقوية للجسم والمدافع الأول عن الجسم ضد الكثير من البكتيريا والفيروسات والجراتيم المسبب لأمراض وتحتوي العصائر الطبيعية على الكثير من الفيتامينات والطاقة اللازمة للحفاظ على صحة ومن بينها عصير التفاح والجزر والبرتقال يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل C و A و B C بيستا والبوتاسيوم وحمد الفوليك وعصير الطماطم غني بحمد الفوليك وفيطامين C و A وعصير البنجر والجزر والزنجبيل والكركم يحتوي على الكثير من الفيتامينات مثل حديد الكالسيوم حمد الفوليك فيطامين A C E ويوجد الكثير من الكثير من عصائر الفواكه الأخرى مثل التوت يحتوي التوت على 40 سعرات حرارية تقريبا وعصير الخوخ لمدادة الأكسد والعناصر والمعادل الغدائي والألياف مفيدة وهو ملين طبيعي للمعادة وكي أيضاً عصير الرمان مدادة للأكسد الفعالة التي تكافح الأمراض كما يحتوي أيضاً على خصائص مفيدة ومدادة أما الآن سننتقل إلى تركيا ومن خلال قناة عالم سارة المفيدة جداً والمميزة جداً ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها ستجدونها إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهد الممتعة بما ستقدم لنا عن أهمية السوائل وعصائر التي ترفع المناعة لجسم الإنسان بإذن الله ومشاهد الممتعة لقناتها هناك مرحبا حبايبي معكم عالم سارة من تركيا موضوعنا به الأسبوع عن فائدة تناول عصائر الطبيعية بما أنه نحن هلا داخلين على فترة الصيف ومحتاجين إلى شرب العصائر بكسرة لشدة الحر لازم يكون حرسين دائماً على تناول العصائر الطبيعية لأنه يبقى دائماً للأفضل للعصائر الجازي اللي بتنبع بره وزا اضطرنا نشتري العصائر من بره لازم نتأكد إن الفواكهن لست تكتيري منه ونصيحة إنه نتناول العصائر مباشرةً بعد عصائر والعصائر معروفة عنا دائماً إنه بتمدنا بالنشاط والحيوية وفيها بيتانينات ومعادل وكالسيوم وبتعزز المناعة عنا وتعطينا الطاقة والقوة ولازم إنه نتناول جميع أنواع الفواكه وعنا الفواكه بالصيف عنا المنقا عنا الكيوي عنا الجزاء يعني عنا كتير شغل عنا الشتاء عنا الليمون وعنا البرتان عنا جميع أنواع الفواكه ولازم نشكل من جميع أنواع الفواكه إنه نشب العصائر تمهوط اتمنى الفيديو كلها لأعجابكم لايك ومسكور ناسي أما الآن سننتقل إلى السعودية من خلال قناة كوكي كيتشن الجميلة جداً والمميزة جداً ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها ستجدون إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهد الممتعة بما ستقدم لنا من معلومات مفيدة عن أهمية السوائق والعصائر التي ترفع المناع لجسم الإنسان بإذن الله ومشاهد الممتعة لقناتها هناك السلام عليكم أغلى وأجمل المشاهدين في الدنيا معكم كريم صحبة قناة كوكي كيتشن مصرية ومكيمة في السعودية وهنتكلم النهاردة حبيبي عن المشروبات اللي بتكون المناع وملتقانا والأسبوع ملتقى الأحبة المشروبات اللي بتكون مناعة وبتقضي على الفيروسات والبكتيريا منها مشروب التمرهندي بيتخفف من الحمودة الزايدة في الجسم وعصير اليقطين وإيه كمان عصير اليقطين بيبقى فيه كيميات وفيرة جدا من الماغنسيوم بحافظ على وظيفة العضلات تعزيز جهاز المناع وإيه كمان مشروب الأرقسوس بيكون مناع وهو مضاد الفيروسات ومضاد دحاوي بيعالج العدوى بالجهاز التنفس والحساسية ويه كمان بيعالج السعال ويه كمان معانا خليط السبانخ والخص ده مهم جدا جدا وبنحصل منه على كميات عالية من فيتامين باست ويه كمان اللمون والجنزبيل بيعالج نزالات البرد ويه لازم نحن نشرب اللمون دافئ بعد غالي شريح اللمون مع شريح الزنجبيل علشان الزنجبيل الدوات بيبلول قدرة على قط الميكروبات وزيادة تدفق خلايا الدم للأطراف وكمان الزنجبيل والكميترا وعصير الطماطم بيكوي الجسم وبيديره الكمية الحديد اللي بتبقى يعني مفيدة جدا وبتكوي جهاز المناعة وعصير البطيخ من الفكهة الجميلة جدا وبتكوي برضو جهاز المناعة وبتزودنا بالفيتمينات والمعادن وان شاء الله هتكلم معاكم اما الآن سنتقل الى امارات ومن خلال قناة نواعب مجهلة الجميلة جدا والمميزة ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها ستجدون ان شاء الله في صندوق الوصف ومشاهدة منتع بما ستقدم لنا ألمية السوائل والعصائر المفيدة والتي ترفع المناعة لجسم الإنسان بإذن الله ومشاهدة منتع لقناتها هناك يسعد الصباح يسعد المساوين ما كنتو معاكم نواع مذهلة أتمنى تنوروني بقناتي واليوم في تجمع الأحبة راح نتكلم عن فوائد الفواكه عندنا مثلا الجوافة فوائد الجوافة للحماية من الماء الزرق لتسريع التئام الجروح والكسور للوقاية من سرطان بروستات والرئة ولتخفيض ضغط الدم المرتفع فوائد البطيخ الأصفار يخفض ضغط الدم المرتفع يحمي من الدبحة الصدرية والسكت الدماغية يحافظ على رشاقة الجسم فوائد البطيخ الأحمر مدر طبيعي للبول ومفتت للحسا مطهل الجهاز الهضمي منقي ومبيض للبشرة فوائد البرتقال الدواء المعجزة يديب الحسا في المجاري البولية مضاد للالتهابات وللحساسية محارب قوي لسرطان التدي والرئة وإزالة التجاعد فوائد الأنناص مسرع للتئام الجروح والحروق فوائد الأفوكادو تروى من الفيتامين النادر المركبات الدوائية الفعالة ودمتم دائما سالمين أما الآن سننتقل إلى إسبانيا ومن خلال قناة سيهام الجميلة جدا والمميزة جدا ولا تنس وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها ستجدونها إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهدة ممتعة بما ستقدمهم معلومات مفيدة وقيمة عن أهمية السوال والعصائر التي ترفع المناعة لجسم الإنسان بإذن الله ومشاهدة ممتعة لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء أهلا بكم معنا في فيديو جديد من فيديوهات تجمع الأحبة أنا سيهام من قناة سيهام إسبانيا وأقطن بإسبانيا ومثل ما عودناكم كل أسبوع بنتكلم عن موضوع جديد وموضوعنا لهذا الأسبوع ألا وهو فوائد المشروبات الطبيعية فكما تعرفون أصدقائي الأعزاء فالمشروبات الطبيعية لها فوائد كثيرة على جسم الإنسان فالمشروبات الطبيعية فهي غنية بالفيتامينات وكذلك تقوي مناعة الجسم وأيضا تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم فكما تعرفون أصدقائي فالمشروبات التي نحضرها في البيت من الحضار أو من الفواقه فهي أفضل وكثير من المشروبات الجاهزة التي تتواه في المحلات لهذا أصدقائي من الواجب علينا تحذير عصائر طبيعية لأولادنا والاستغناء عن عصائر المحلات والآن أصدقائي أتمنى أن تكونوا قد يستفدوا من هذا الفيديو شكرا لكم أصدقائي الأعزاء على المشاهدة دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى الملتقى في فيديو قادم بحول الله مع تجمعنا تجمع الأحبة شكرا لكم أصدقائي على المتابعة وإلى اللقاء كنتم عاسيهان إسبانيا أما الآن سننتقل إلى تونس ومن خلال قناة ويدنا نيتا الجميلة جدا والمميزة جدا والمفعيدة ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها ستجدون إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهدة ممتعة بما ستقدموا المعلومات مفيدة وقيمة عن أهمية العصائر والسوائل التي ترفع المناعة لجسم الإنسان بإذن الله ومشاهدة ممتعة لقناتها هناك أهلا وسهلا بكم حبيبي معكم قناة ويدنا نيتا مثل ما عودناكم كل أسبوع في تجمع الأحبة موضوع جديد موضوع مفيد ما زلنا معكم في المواضع التي تتناول تقوية المناعة وموضوع الفيديو هو العصائر والمشروبات الصحية فالمعروف أن المشروبات مفيدة جدا ومهمة للجسم لأنها تقوي المناعة وتعطي النظارة للبشرة كمثال أول عصير البرتقال المتوفر في كل بيت والمتاح لجميع فئات المجتمع لثمنه المناسب على المستهلك هذا العصير يتوفر على أكثر الفيتامينات شهرة في الحفاظ على المناعة وقوة الجسم والدماغ كما يغدي أنسجة الجسم بأكملها ويوفر الأملاح المعدنية وكذلك عصير الشمندر مفيد لفشل القلب يمنع السرطان يخفض ضغط الدم مصدر كبير البوتاسيوم بالإضافة إلى عصير الجزر يحتوي على الكالسيوم ينظف الكبد من السموم يحتوي على فيتامين K لبناء البروتين أما الآن سننتقل إلى فرنسا ومن خلال قناة أمنيا اش ام الجميلة جدا والمميزة ولا تنسى وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها السنة الجدا إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهد ممتع بما ستقدم لها عن أهمية السوائل والعصائر المفائل المميزة والتي ترفع الملاعة للجسم الإنسان بإذن الله ومشاهد ممتع لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي تمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله موضوع اليوم وغادي يكون عن فوائد العصائر فالعصير بصفة عامة سواء كان عصير الفواكهة أو عصير الخضر فهو حاجة اللي كتكون ضرورية ومهمة جدا جسم دينا لأنه يزود الجسم دينا بالطاقة وبالبروتينات وكان مضادات الأكسادة وهذا هو حواج اللي احنا محتاجنهم بثاف بما أننا في زمن الكورونا فمن ضروري أننا نزود الجسم دينا يعني بمأكلات وبعصائر اللي تعزز المناعة وتقويها وتجعلها قادرة أنها تحمي الجسم دينا من تعرض لأي فيروس والأي مرض إن شاء الله وتكون قادرة تحميه وكذلك فهو يحمي بكثير من الإصابة بالسرطان وبما أننا على أبواب سيدنا رمضان وبخدوم حلول الصيف إن شاء الله فمن الأحسن أنكم تجعلوا العصير يعني بشكل يومي تجعلوه يعني مادة أساسية أو من المأكولات الأساسية اللي خذكم تناولوها بشكل يومي فهو مشروب بارد اللي يبرد علينا ويتزودنا بالطاقة وكل حاجة يحتاجها أما الآن سننتقل إلى سويد ومن خلال قناة حمامة الشانل الجميلة جدا والمميزة ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها ستجدون إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهد الممتعة بما ستقدم لنا من معلومات قيمة مفيدة عن المية العصار والسوائل التي ترفع المناعة للجسم الإنسان ومشاهد الممتعة لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقاء صديقاتي معكم حنان من قناة حمامة شانل المقيمة حاليا بتركيا وجه تحياتي وسلامي لكم موضوع اليوم هو المشروبات الطبيعية التي تتكون من الفاكهة فالفاكهة كما تعرفون جميعاً أنها لها دور كبير في تقوية جهاز المناعة والوقاية من الأمراض والعدوى المختلفة كالوقاية من نزلات البلد والأنفرونزا والسرطان ومشاكل القلب وتصلب الشرايين والاقترابات المعرفية كالزهايمر ونظراً لاحتوائها على العديد من البيتامينات ومضادات الأكسادة فلذلك ينصح جميع العلماء خصوصاً في هذه الفترة الحرجة التي انتشر فيها هذا الفيروس من الاكتار من شرب الفواكه على شكل عصائر ومن بين هذه الفواكه ينصح بتناول البرتقال وكذلك البتيخ والفارولة نظراً لاحتوائهم على العديد من البيتامينات كفيتامين أسي وكذلك فاكهة الكيوي هي كذلك تعتبر من أهم الفواكه فهو مخوي للمناعة ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين أسي وكانت هذه كل الخنوات التي قدمت لنا معلوماتها القيمة والمفيدة عن أهمية العصائر التي ترفع المناعة وتحميه إن شاء الله من جميع الأمراض بإذن الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لقنوات التي تم عرضها من خلال هذه الحلقة ستجدون إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهدة ممتعة لهذه القنوات وأتمنى قد تمتعتم واستفدتم بكل المعلومات التي تم تقديمها من هذه القنوات ولا تنسوا متابعاتنا في الحلقات القادمة إن شاء الله بكل المعلومات التي سيتم طرحها إن شاء الله ومتابعة الحلقات السابقة بكل المعلومات التي تم تقديمها لاستفادة منها في الحياة اليومية إن شاء الله كانت معاكم أماني من قناة أماني الترتير من تجمع الأحبة من أمريكا ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لجميع القنوات حماك الله سبحانه وتعالى من جميع الأمراض إن شاء الله واستغفر الله استغفر الله العظيم بعد خلق رضا نفس زينة عشر مدادة كلمات والسلام عليكم اشتركوا في القناة